أهلاً بكم في هولندا بالتحديد أمستردام أنا في العادي المحتوى بتاعي بيشوفوا الصغير والكبير ولكن الفيديو ده ما نصحش أن الصغيرين يتفرجوا عليها مدينة الخطير أمستردام البلد دي ما تزورهاش لحد ما تقلق خالص فيطلع خفوة الشجرة أن أنت تعمل حمام و أنت واقف في الشارع البلد اللي مفيش فيها أي شيء مملوء ده الهاش تمشي عادي في شوارع أمستردام و أنت معاك مروانة البلد اللي عايشة على سياحة الكيف و المخدرات محلت زي اللي وراء ده بيبيع البذرة اللي انت ممكن تشتريها عشان تزرع بيها عندك في البيت شوكراتها بالحشيش مصاصة بالحشيش البلد اللي فيها بسهولة تشوف ناس في الشارع وقفة بتجاهز سجارة حشيش بتشربها بكلة مقمينة همام في أمستردام همام في أمستردام الفيلم اللي كلنا تربينا عليه و اتلهنا شفنا شاب مصري يسافر أمستردام و اشتغل حاجة بسيطة وبعد كده حاول ان هو ينجح و فتح مطعم بتاعه وبعد كده رجل على مصر و قصة نجاح جميلة جدا في فيلم همام في أمستردام ولكن همام عمره ما قال لنا أن أمستردام هي بلد المخدرات والحشيش و كل الحاجات اللي عكس النجاح في كل شارع أمستردام هتلاقي محلات في كل حتة بتبيع اي حاجة تتخيلها معمولة بالمخدرات سواء حشيش او ماريوانا و كلها حاجات بتتبيع للسياح تيجي تشتريها عشان تعيش تجربة أمستردام فيه 3 اماكن تقدر تجيب منهم حشيش او تشرف فيهم حشيش او اي وايه أو ايه Short Shop وفيه一起 shop الـ Shop Shop مثلي احنا فيه ها بقا محل بسيط جدا بيبيع بقى مصصات كوكيز، بيبيع حاجات اللي هي البسيطة اللي هو يلا يحتاج ان هو ياخد عليها رخصة من ال Danielle ولكن فيه المحلات الثانيةه هي H Wereetshot ستبي望 اعلى هاحات حاجات اقوى وحتاجات اكتر بكتير ودول بياخدوا رخصة عش surrounded為 المواضع ده الهاش هنا بيبيعه في جوه قلبه عادي جدا إيسال مصفر سيليزا 1 جرامس 10 يورو اه كمان ليه معاد انتهاء يعني هو بيديك مكتوب على قلبه 28 3 23 ده تمشي بيع عادي جدا في الشارع ومحدش يقول لك اي حاج ماسك حشيش في ايدك وتمشي في الشارع عادي ده كافي شوب معه رخصة ان هو يبيع حشيش في أمستردام طلبت من حد ان اصوره هو بيشتري وطبعا ما كانش عنده بينه عملية الشراء كانت سهلة وبسيطة تطلب النوع والكمية اللي انت عايزها وبتدفع الفلوس وبس تمشي عادي في شوارع امستردام وانت معك مروانة وما فيش حد يقدر يوقفك ولا البوليس ولا اي حد يقدر يقول لك تتعمل ايه ده كده عادي فيه في امستردام اكتر من مية وستين كافي شوب بتقدر ان انت تقعد فيهم وتشرب وتمارس الموضوع براحتك عادي جدا الوراية ده اقدم واحد اتفتح واول واحد اتفتح هنا في امستردام من سنة 1970 اسمه The Bulldog عندهم فروقة كتيرة جدا في امستردام كافيهات عادية في الشارع قاعد جدا قاعد وسط الناس تروح الكافيه تجايب معاك الحاجة بتاعتك تقعد تلف وتشرب ومسلا لو عايز تشتري بقى مشروب حاجة سععة مشارك ايه بتاع وتسموك عادي جدا وانت على القهوة في الحياة انا جاي هنا وعارف ان هنا الحشيش متاح في الشوارع وان هو المفروض ان هو مش ممنوع وكلام ده كله ولكن عمري ما كنت اتخيل حجم الموضوع ده عامل ازاي ولا عمري كنت اتخيل قد ايه هو متاح وسهل وقد ايه المكان ده مش ليك لو انت حد عايز تروح سياحة ما انصحكش ان انت تروح امستردام خالص عادي تبقى ماشي جدا في الشوارع هنا وتلاقي اسواق زي دي بتبيع بقى جواكت ومش عارف ايه وبتاعه في نفس الوقت بيبيعه برضو ايه كل المنتجات اللي بتبقى في المحلات كنابس شوكولات شوكولاتة بالحشيش براوني بالحشيش شوكولاتة برضو مصاصة بالحشيش يعني لبان بالحشيش شاي بالحشيش وعملين بقى ايه معلبات كده كوكيز وجوها حشيش يعني شوكولاتة وبسكوت وجوها حشيش دي عادي جدا في محل بيبيعه وحطت لك المينيو بتاعه المينيو بقى بيقول لك حشيش اسمه دوكتور جرين سبون لبريتي هيز بانانا فراولة على موز حيث انت بتشتري كوكتيل فاهم؟ في ناس بقى يعني بتفضل تعلي تعلي في دمخة تعلي في دمخة لحد ما تقلق خالص وطلع فهو الشجرة بتحشش يعني هو ليف العلم ما بقاش قادر ان هي عضل الارض تلقى يضع الشجرة امستردام هي تعتبر المدينة الوحيدة في اوروبا اللي متاح فيها المخدرات بالطريقة دي وبالشكل ده وعادي جدا هل هي هنا ممنوعة؟ لا مش ممنوعة هل هي مصرح بيها؟ لا مش مصرح بيها وهي دي الطريقة اللي بيلفوا بيها على القانون يعني ايه؟ هنا مش ممنوع ان انت تشرب مخدرات في الشارع لان مفيش قانون بيقول ده كل المحلات والاماكن دي استغلت النقطة دي وقررت ان هي تعمل موضوضة وبقى للأسف ده الشكل العام لامستردام موسيقى انا بالي من تسعة وثمانين جيت اول حاجة عبرلين برلين هدينا الصور في برلين وبعدين قالوا لنا اركبوا وروحوا على امستردام امستردام ايه؟ فايعة الانواع الحشيش عندك جميع انواع الانواع انا بقى في عندك بقى الحشيش اللي هو مثلا الاحشي المغربي البولوم ومش البولوم والزيرو ومش الزيرو عدة انواع حاجة من الحاجات اللي هتاخد بلك منها جدا في امستردام هو نسبة السياح البلد كلها سياح واعتقد ده حاجة من الحاجات اللي مخليها الحكومة مش عايزة تمنع موضوع الحشيش ده لان فيه ناس بتيجي مخصوص سياحة عشان الحشيش سياحة خاصة للمخدرات الناس بتيجي بتتبسط بتشرب بتحب بتمشي في الشارع وهي بتشرب البوليس بيكون معدي جنبهم دي الكيك الكيك بتاع النو ايه؟ انه بيشربوا البوليس موجود يعني انه البوليس حمين ايه؟ اعتقد ان هم يمنعوا حاجة زي دي هيقفى عليهم بالنسبة لهم يعني مصدر دخل كبير جدا فده اللي نخليهم لحد النهاردة الموضوع ده مستمر في عندهم برضو جوالات تقدر ان انت تركب في مركب زي دي بايدا عن الجوالة السياحية انت فيه طبعا دي اغلبيتها جوالات سياحية بتركب بيعرفك المعالم ويقولك زي اللي تلقف في المهمان بالزبط ولكن فيه بوتش تانية بتنزل المية وتحشش فيها تبقى قاعد في البوت بتحشش وانت بتتفرج بقى على المدينة الطريف في الموضوع اللي يضحك يعني ان انت ممنوع ان انت تزرع حشيش مسموح لي ازرع ثلاث زرعات في البيت مسموح لي اعمل من ثلاثة لخمس زرعات عندي في البلكونة اكتر من كده معناه انك انت بتتاجر وممنوع ان انت تمشي بكميات حشيش يعني ان انت مثلا تبقى شايل في العربية بتاتك حشيش ومودي مكان او كده ده ممنوع وكل ده بيحسب عليه القانون وممنوع ان انت تتمسك ومعاك كميات ولكن عادي جدا بتلاقيه بيبقى في المحلات بيجي سأل صاحب المحلات بيجيبهم منين ماينفعش ان هو يقول لك لان اكيد في ناس تانية بتزرع وفي ناس تانية بتطلع محاصيل وبتطلع كميات كبيرة فاااا ادينا عقلك يعتبر كل مكان تروحوا هتلاقي العلامة دي هتلاقي ان انت ممنوع ان انت تعمل حمام وانت واقف في الشارع وان المنطقة دي ممكن ما تكونش فيها الكحول ليه بقى لان هم على اقتناع ان الكحول اضر من المخدرات يعني فيه ناس كتير جدا هنا عندها اقتناع الناس اللي بتحشش والناس اللي بتطالب ان الحشيش ينتشر عندهم اقتناع ان الحشيش اخف من الكحول وان لو فيه كحول والكحول متاح يبقى المفروض ان بقى فيه حشيش ولكن انا بالنسبة اللي اتنين بيغيبوا العقل فالاتنين اوحش من بعض والاتنين المفروض ان هم يبقواش موجودين في نفس الوقت طبعا مع علامة الحمام دي اكيد وش طبعا الناس بتعمل حمام في الشارع كتيرة جدا لدرجة ان هم اضطروا ان هم يعملوا لهم يفط مخصوص وان هم يعقبوا اللي يعمل كده بمئة يورو حاجة من الحاجات اللي انت تأخذ بلك منها في شوارع امستردام هي اعقاب السجاير اللي في كل حتة كل حتة في امستردام على الشوارع اعقاب سجاير بوائي سجارة حشيش الارض مسبلة الحقيقة كل مكان انت بتمشي فيه وكل حتة بتشم ريحة الحشيش يعني ريحة الحشيش في كل حتة تشعر ان الناس كلها بتدخن فانت اصلا ما تبقاش عارف مين اللي بيدخن السجارة هنا 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 مش عارف وانا انا كريم لا اعتقدش ان انا هرجع تاني امستردام لأي سبب الاسباب يعني ممكن ارجع هولندا اروح مودن تانية بس امستردام نفسها ما اعتقدش يا ربي يكونوا في جياء عبكم واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي سلام